مرحبا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من القدس.com في لندن الناتق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة يرفض تصريحات المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية ميت رومني التي قال فيها أن الفلسطينيين غير جاهزين للسلام وقال الناتق أبوردينة أن دعاءات رومني لن تخدم عملية السلام وإنما ستعزز أصوات التطرف الرافضة للحل مؤكدا أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جاهزون للسلام القائمة على أساس حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران يونيو وعاصمتها القدس الشرقية مع وقف الاستيطان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يصرح الأربعاء بأن فرنسا اتخذت احتياطات أمنية خاصة لحماية سفاراتها في العالم بعد نشر رسوم كاركاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلة شارل الفرنسية الساخرة وقال فابيوس أن نشر الصور المسيئة للنبي محمد في الوضع الراهن بعد الفيلم السخيف وشريط البدو العبثي الذي تم بثه يصب الزيت على النار رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم يقول في تصريحات نشرتها صحيفة الرأي الكويتية الأربعاء إنه لم يبقى أمام الرئيس السوري مشار الأسد بعد سيلان الدم إلا أن يتخذ قرارا شجاعا وهو التسليم المنظم لسلطة منظمة شريطة أن لا يكون هناك انتقام من طرف ضد طرف أنباء عن اشتباكات ضارية في حلب وغنائم كبيرة للجيش الحر في إدلب وذرعة وعن تكثيف طيران السوري استخدام البراميل متفجرة وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء إن علند المدنيين القتلى ارتفع في سوريا أخيرا بسبب القصف العشوائي الذي ينفده الجيش السوري في المناطق التي تسيطر عليها قوات معارضة وقالت المنظمة إنه في النصف الأول من الشهر الجاري قتل مائة وستة وستون مدنيا بينهم ثمانية وأربعون طفلا وعشرون امرأة وأصيب المئات في ست وعشرين بلدة وقرية في إدلب وجبل الزاوية وشمال حمار بكين تسارع الأربعاء إلى إنهاء الاحتجاجات المناهضة لليابان بعد أيام من المظاهرات الغاضبة بشأن خلاف على جزر اضطرت شركات يابانية بسببها إلى إغلاق أبوابها في الصين وقد سعى وزير الخارجية الأمريكي ليون بنيتا خلال زيارة الحالية للصين إلى تهديئة منظيفه الصينيين بشأن مسألة الجزر واجتمع مع زعيم الصيني المنتظر شي جيم بينغ الذي ظهر بعد أن كان قد اختفى عن الأنظار لمدة أسبوعين وزراء خارجية القوى العالمية وكبيرة مفاوضيها يشمعون الأسبوع المقبل ليحاولوا التواصل إلى كيفية الخروج من الوضع المتأزم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات الثلاثاء لم تسفر عن تقدم وقد أكد مرشد الثورة الإيرانية علي خامينئ الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها فقط وفقا لمصلحة الشعب والبلد حتى وإن أثارت قراراتها غضب الدول العظمى في العالم أخيرا في هذا المجاز انضمت دوقة كيمبرج البريطانية كاترين ميدلتون وزوجها الأمير وليام إلى راقصين من سكان جزيرة توفالو في إحدى جزر سليمان في المحيط الهادئ وذلك في اليوم الذي أمرت فيه محكمة فرنسية مجلة كلوزر الفرنسية بإعادة صور كاترين التي تبدو فيها عارية الصدر خلال إجازة مع زوجها في منزل ريفي إلى الزوجين ودعتها إلى الكف عن توزيع نصحة المجلة التي نشرت الصور فيها لمزيدا من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.كوم طابل أوقاتكم ودعوكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر